يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأةٌ أصيبت بالفشل الكلاوي وبعد مرور سنة سمح لها الأطباء بالصوم وقد شقَّى عليها الصوم كثيرًا بسبب اختلاف مواعيد تناول العلاج وبسبب ارتفاع الضغط عندها فلم تستطِع أن تصوم سوى أربعة عشر يوماً فما حكم هذه المرأة؟ إن كانت تقدر على القضاء تقضي وإن كانت لا تقدر على القضاء ولا ينتظر أنها تقدر فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا ويكفي هذا إن شاء الله نعم وهل يلزمها قضاءٌ مع المشقة؟ لا مع المشقة لا إذا كان الصوم لا يشق عليها فإنها تقضي إن كان يشق عليها فلا الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج نعم وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم